السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة مكاملين موضوع الاستومة احنا قلنا الاستومة معناها تستابلش اتراك اول مثال قلت عليه في الاستومة التراكيوستومي قلت مانيبوليشن سيرجيكال انترفيرنس بيتعمل في ضوارق لحالات الترومة وحالات الانترنال هاموريج اللي جاي مش قادر ياخد نفسه في اصبيريشن في فورن بودي في الرسبيراتوري سيستم في بلود في اي حاجة عاملة او عاملة اوبستراكشن للرسبيراتوري تراكت اوبستراكشن بناخد التفاصيل البسيطة في الاول بنحاول نعمل ساكشنينج بنضف الماوس بنعمل ساكشنينج للماوس ساكشنينج للنوز في الشارع ممكن نعمل كريكوسايرودوتومي لو كل ده ما جابش فايدة يبقى خلاص الحل هو التراكيوستومي وده سيرجيكا الانترفينشن ليه ابعاد وليه مضاعفات ولازم تبقى اخد كونسنت من الناس ده اول مثال قلت التراكيوستومي ده ممكن تكون بيرماننت وممكن تكون تيمبراري تيمبراري في حالات الضوارق اللي هو عنده رسبيراتوري تراكت اوبستراكشن وانس ان انا عملت ريليز للأوبستراكشن وشيلت الفورن بودي ودني اتحسن تقفل التراكيوستومي والعيان فاقه بقى زيل فل العيانين اللي بيعملوا سيرو ديكتومي أو اللون بيعملوا لارنججيال سيرجيري او لقدر الله حد عور الركال كوردز او عور النيرف اللي بتغزي الركارنت لارنججيال نيرف خاصة لو عورته بايلاتر البارشيال هتعمل كومبيليت سترايدور خلاص الركال كوردز افلوا الرشاق في بعضه افل وما فيش هوا هيدخل والتالي الحل الوحيد هو التراكيوستومي وفي اغلب الاحيان التر키وسطومي دي هتكون بيرماننت يبقى انا ادتك مثال مسال تنبرري ترخيوسطومي وبرمننت ترخيوسطومي مثال تاني البيرماننت ترخيوسطومي العينين اللي عندهم لارنجيا الكانسر complete total pharyngeo laryngectomy شيلت الفارنجس واللارنجس كله خلاص لازم تعمل ترخيوسطومي وساعتها ترخيوسطومي دي هتبقى ايه بيرماننت وراء الترخيه على دول موجود مين الاوسوفيغاس ممكن أعمل تراكمة بين الأسوفيجس والسكن اسمه أسوفيجوستومي أسوفيجوستومي يا دكتور إحنا أول مرة نسمع عنها إيه اللي يخلي الواحد يعمل تراكمة بين الأسوفيجس والسكن خد عندك بقى أمثلة لبرمننت وأمثلة لتمبراري أسوفيجوستومي أول حاجة الأطفال بتوعي الكونجينة الأسوفيجية الأتريزية في نسبة معينة من الأطفال بتتولد عندهم كونجينة الأسوفيجية الأتريزية بروكسيمل يعني النص اللي فوق بتاع الأسوفيجس بلاينت والنص اللي تحت بتاع الأسوفيجس فيه فيستولة وما بينهما بين التراكية يبقى ده عنده طوق أنومالز فوق أسوفيجية الأتريزية وتحت تراكية وأسوفيجية الفيستولة السيرجيكال امبورتنس بتاع الاثنين دول أول حاجة فوق أسوفيجية الأتريزية معناها العيل ده مش هيرضع أي لابن هيرضعه هيدخل في البلايند باوتش بتاع الأسوفيجس وهيرجع هيريله مش بس هيريله ده قبل ما هيريله لك وهيطلعه من بقه تاني هيرجعه في فومتيج كمان هيدخل وراه قدامه على التراكية هيحصل أسبيريشا نيمونيا يعني العيل اللي مولود عنده أسوفيجية الأتريزيا أول مشكلة هيتعرض لها لو ما تشخصش قبل ما يرضع أول ما يرضع اللابن هينزل في البلايند باوتش بتاع الأسوفيجس هيروح يرجع يروح داخل في التراكية أسبيريشا نيمونيا ده رقم واحد الرقم اثنين الفيستول اللي تحت ما بين الديستال بارت بتاع الأسوفيجس والتراكية هتخلي الجسر الكونتينت بالنيجاتف بريشر تطلع وتروح رايحة من الفيستولة رايحة في اللانج ده فيتال نيمونيا كمان ده انت مش بقى لابن ده انت واخد اتشي سي إل من الاستومك يعني طفل ده أي طفل عنده أسوفيجية الأتريزيا وتراكية أسوفيجية الفيستولة عنده recurrent attacks of chest infection يا إما نتيجة انه هو بيرضع واللبن بيدخل من الأسوفيجس على التراكية أو الرفلاكس بتاع الاتشي سي إل بتاع الاستومك جوه التراكية وبالتالي هيدخل على اللانج طيب العيال دي بتتشخص ازاي؟ فاكرين مبارح لما قلتلكم فيه تست صغير اسمه cassiter test بدخل أسطارة بلاستيك من الماوس لقفل المفروض ان الأسطارة تدخل 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 لو الولد ده سليم والأسوفيجس بتاعه سليم ما عندهوش أسوفيجية الأتريزي تدخل من الأسوفيجس لحد ما توصل في الاستومك واضل عليك HCL وجاستر كونتين تستعرف بها ان الدنيا بيتن تلحد للسومك والديودنة لكن لو لقيت الرايل فيه resistance انت وبتدخلها او بتلف ومش مضلعها اي حاجة خد فيلم X-ray هتشوف الاسوفيجس بلايند باوتش هتلاقي الرايل متكالكعة ولفة حوالي نفسها فيه بس خلاص يبقى اضف لده ما يرضعش ولا نقطة لبن هدينا شخصناه اول ما تولد على دول اذا الارلي دياجنوزت في حالات الأسوفيجية الأتريزي اللي بيبقى associated معها تراكية أسوفيجية الفيستولة هو ال gold standard rule في treatment ليه يا دكتور كون ان هو ما رضعش الدنيا سترايل حتى لو حصل رفلكس للHCL بتاع الاستومك على اللونج نيمونيا خفيفة غير نيمونيا اللي جايب اللبن بقى جايبة بالستاف والستريبت وكل الكومنسالز اللي في الماوس مع الرضاعة اذا الحل في اطفال الأسوفيجية الأتريزية والتراكية والأسوفيجية الفيستولة نواية شخص اول ما يتولد على دول بالكاسيتر تست وبالتالي العملية بتاعته هتبقى سهلة جدا تدخل الفيستولة اللي ما بين التراكية والأسوفيجس اللي ما بين الديستال بارت النص اللي تحت بتاع الأسوفيجس والتراكية تربطها تقفل الأسوفيجس وتقفل التراكية وتقص الحتة اللي بالنص خلاص رجعت الأسوفيجس كده يتبقى الأسوفيجية الأتريزية اللي فوق تفتحها وتفتح البلايند بوتش اللي تحت وتوصل الأنبوب بعرف زي ما يكونوا أنبوبتين توصلهم ببعض ده لو شخصت طفل قبل ما يرضع لو شخصت طفل بعد ما رضع دكتور الأطفال ما ركبش الأسطرة أو ركبها ومعرفش قيم الأمور أو مرضيش يعمل الإكسري أو جالك لا لا سليم ما فيهوش حاجة ودى الأمه وجالها رضعيه تبتدي تردع الأم العيل تلاقيه بيشنق تشوكينج والرضاعة ضلعة زي ما هي أول ما يحصل تشوكينج بقى وارتجاع واللبن يروح داخل في التراكية والنيمونيا من تاني يوم تلاقي العيل بقى إيه سيدروباز سيفير فورم أوفنيمونيا ييجوا بقى يعرضوا على دكتور جرحت الأطفال اضف لده يا دكتور كل ما يرضع يرجع كل ما يرضع يرجع سيدروباز سيدروضايع إيه المشكلة معايا دكتور يجي دكتور جرحت الأطفال بكل بساطة مركب الأسطارة مش معادية ده بدون ناخد فيلم X-ray يلاقي الأسطارة بلايند باوتش فوق والأسطارة لفة فيه يا جماعة ده أسفجية الأتريزيا وغالبا معاها تحت تراكية أسفجية الفيستولة طب انتوا يا جماعة ليه كده ليه ما حدش بعت لنا أول ما تولد على دول سبتوه يرضع قالوا له يا دكتور اللي حصل هتعمل له عملية هيقول لهم لا طبعا في ظل وجود اللانج السيئة دي مش هينفع نعمل العملية دي هيرونه نضمه ما ليه الحل هتسيب الوات كده من غير رضاع يقول لهم لا الجزء البلايند اللي فوق بتاع الأسوفيجاس هفتحه على الاسكين أسوفيجستومي هيروح الأم والأب يقول لك طب ويل استفدناه يا ما ده بلايند هوا احنا كده كده هنديله لبن منه يعني فتحته ليه على الاسكين تقول لهم عشان خاضر السليذة اللي بترجع من الماوس وبتيجي في البلايند باوتش ده ما تروحش على التراكية ده أنا مش عايز اللبن بقى دلوقتي ده لانج تعبانة خالص في هانيمونيا ده أنا مش عايز السليفة نفسها يحصل لها رفلاكس من الأسوفيجاس وتروح تدخل في التراكية من البلايند باوتش اللي فوق يبقى هفتح البلايند باوتش اللي فوق على الشارع على الاسكين أسوفيجستومي تيمبراري لحد ما اعمل العملية عشان خاضر السليفة تطلع على الاسكين وما يحصل لهاش أصبيريش والعايز هيرضع منين لحد ما تقامل العملية هفتح الاستمك على الاسكين جاستروستومي هتعمل فتحتين اتنين اسكمي على الاسكين واحدة في الأوسوفيجاس واحدة في الاسطمك تحت هفتح الاسطمك على الاسكين ليه هديله اللبن في السرنجة فيها هحقن اللبن في السرنجة يبقى الأمة تشفض السدي بتاعها واتحوش اللبن ونجمعه في سرينجا ونحقنها من التراك بتاع الجاستروستومي ده من فتحة الاستومك على الاسكن ودخل اللبن في الاستومك وتكمل الجاستروستومي التيمبراري دي والاستوفيجستومي التيمبراري ده اللي عملتهم لقفل اللي عنده أستوفيجية الأتريزيا وتراكية أستوفيجية الفيستول المدة تقديه قانون عشر الصغير أو قانون عشر الكبير لو الواد ده جنرالي كان فيري ويل والنيمونيا خفت وتحسنت الجنرالي الكنديشن بتاعه وفي سنتر محترم ويل اكويبد سنتر ممكن على سن شهرين ونص أو ثلاث شهور لما يبقى وزنه احنا قلنا شهرين ونص أو ثلاث شهور يعني عشر أسابيع ووزنه تين باونز يعني من اربعة ونص لخمسة كيلو وجنرالي ويل له سنتر محترم ممكن تعمل الديفينت سيرجري ادخل هقفلت الاسوفيجستومي وهقفلت الجاستروستومي واروح فاصل الفيستول اللي ما بين التراكية والديستال بارت بتاع الاسوفيجاس واروح موصل الاسوفيجاس ده الديفينت تريتمنت تاع الاسوفيجاس والتراكية والأسوفيجاس لو كنت شخصت العي الاول ما تولد على طول من غير اي حاجة كنت هعمل الديفينت تريتمنت على طول في نفس اليوم اوصل الاسوفيجاس ببعضه وافصل الفيستول اللي ما بين الاسوفيجاس والتراكية خطوتين لو العائل رضع خلصنا مفيش حل غير اننا اعمل أسوفيجستومي وجاستروستومي الجاستروستومي فور فيدنج والأسوفيجستومي عشان درينج للسلايفا عشان ما يحصلهاش أصبيريشن وتزود النيمونيا كمان واعمل العملية على امتى معايا اوبشن قانون عشر الصغير عشر اسابيع وده ما بيتعملش في مصر هنا عشان ما تحكش عليكم لان العائل دول غالبا من النيمونيا بيموتوا اصلا مش بيكملوا وبيكونوا مال نارشد فلو عائل ربنا كتاب له ان هو يكمل بنعمل على قانون عشرة كبير عشر شهور ووزنه يكون عشرة كيلو ويكون شد حاله بيحبي يبقى الرول والستاندرد هنا في مصر بعد ما تعمل الجاستروستومي والأسوفيجستومي يعمل قانون عشرة كبير على عشر شهور يبقى العائل عريس كده وحلو ووزنه عشرة كيلو جنراليويل تقفل فتحة الجاستروستومي وتقفل فتحة الأسوفيجستومي اللي عملتهم وتعمل العملية العادية الخطوتين بتوع العملية توصل الأسوفيجس ببعضه وتفصل الأسوفيجس متراكي أشيل ده من ده يرتحد عندي طيب فيه ضفلة ثالث ضفلة ثالث تولد وتشخص بدري بس برضو مش هعمله العملية ايه ده اتولد وعملت الكاثتار تست وشخصته زي الفول مش هتعمله الديفنت سيرج مش هتعمل الريكنتينيوتي بتاع الأسوفيجس ومش هتفصل الفيستول هتعمله برضو أسوفيجس تومي وجاستروستومي اه امتا لو جيت اعمل الـ X-ray شفت التيوب هي ولفة في البلايند بتاع الأسوفيجس وشفت المسافة ما بين البوتش اللي فوق النص اللي فوق بتاع الأسوفيجس والنص اللي تحت كبيرة ويد جاب مش هعرف أقربهم من بعض اه يعني الوقت الأولاني شارد يا دكتور ان هم يكونوا قريبين من بعض عشان تخيضهم طبعا عشان نعمل الريكنتينيوتي لازم تكون مسافة صغيرة نص صندي 1 صندي 2 صندي 3 صندي ده أقصاها لكن لو مسافة 5 صندي ولا 4 صندي هتشد ده هيتمزع هتشد ده هيتمزع أما ليه الحل لا بقى دي عايزة عملية كبيرة ده أنا عايزة شيل حتة من بالبلاد سابلاي بتاعها واجه وعوصلها كأنها وصلة أو أشيل حتة من الكولون وقضعها بالبلاد سابلاي بتاعها من الكولون بتاعه تحته ووصل الكولون تاني واخدها فوق أو وصلها ما بين الأسوفيجس اللي فوق والأسوفيجس اللي تحت دي ميجور سيرجري بتاخد عشر ساعات وعايزة مايكرو سيرجري وعايزة جراحات مسكروسكوبية وتوصيل الكولون اللي انت جايبه بالبلاد سابلاي بتاعته ده لازم تعمل مايكروسكوبك سيرجري توصله مع البلاد سابلاي بتاع الأسوفيجس وإلا هيموت أو الـ small intestine اللي ناوي تاخدها اسمها transposition intestinal transposition أو colonic transposition خط حتة أنبوبة من الكولون أو حتة أنبوبة من الـ small intestine بالبلاد سابلاي بتاعها بالمزنتري بتاعها وقضعت حقيتها فوق وصلت بيها الأسوفيجس بالله عليكم دي عاملية ينفع تتعمل لأضيف لسنه يوم صعب حتى لو مراد عش والدنيا حلوة فحتى لو مراد عش والقينة ويد جاب بنعمل التمبراري جاستروستومي والتمبراري أسوفو جاستومي وأكيد أكيد أكيد الوقت اللي عنده ويد جاب ده مش عمله على قانون عشر الصغير عمله على قانون عشر الكبير بقى هجهزه على سن عشر شهور ووزنه يكون عشرة كيلو واشوف حتة كولون ترانسبوزيشن محترمة أو حتة سمول انتستن ترانسبوزيشن محترمة ووصل بها الأسوفيجس فوق ودي عملية فيري ريسكي بالمرتالي تريد فيها فيري هاي بس عملناها في سهاج وقسم جرحت الأطفال في سهاج من الأقسام المتقورة جدا وتشتغل الحاجات دي ويشتغل الأطفال الصغيرين اللي بيتشخصوا بدري عادي خالص في أول يوم لو الجاب صغيرة بيعملوا العملية بيفصلوا الفيسترة ما بين النص اللي تحت بتاع الأسوفيجس والتراكية شيل دامين دا ارتاح دا عندها ويوصل الأبر أسوفيجس باللور أسوفيجس وبتعدي الأطفال زي الفل المهم انه هو ما يرضعش أما العائلة اللي بيرضعوا وبدخلوا فنيمونيا دول مرتالي تريتا عالية السراحة وأغلبهم بيموتوا حتى اللي بنعملوهم جاستروستومي فور فيدنج وبنعملوهم أسوفيجسطومي مش بيكملوا لحد ما بنعملوهم طيب أدين اديتك مثال أسوفيجسطومي تيمبراري و اديتك مثال جاستروستومي تيمبراري خليني في الأسوفيجسط ديني مثال أسوفيجسطومي بيرمانت مثال أسوفيجسطومي بيرمانت نظرا لأن الأسوفيجسط سري بارت بارت سيرفايكل هو دا على فكرة اللي أنا عملت في الأسوفيجسطومي بتاع الوضع الصغير ما عملتهش في البرت بتاع الشيست انت صعب جدا جدا ان انت تسلك الأسوفيجس بتاع الشيست اللي في الميديا ستاينام وتجيبه على السكان بتاع الشيست مش هتقدر تعديه من اللنغة عن ناحيتين أو من الهارت وبالتالي الميدل سرد بتاع الأسوفيجس مفيش فيه أسوفيجستومي واللquar سرد بتاع الأسوفيجس اللي هو انتر أبدومين على 4 سنطي والمانيبوليشن فيه صعبة خلاص اطلع بالاستومك أسهل اذن بيرمنت أسوفيجستومي وغير ما وصوفة في الكتاب إذا كنت عايز تعمل حاجة بيرمننت ما تضلعش الأوسوفيجس بقى تخضى الأوسوفيجس واسيبه زي ما هو واعمل بيرمننت جاستروستومي طب بتعملها المين أي عيان عنده كانسر وأسوفيجس وقافل الأوسوفيجس كمبليتلي أي عيان عنده فارينجيال كانسر أسوفيجيال كانسر لارينجيال كانسر تراكيال كانسر وعملت إكستنسيف ريسكشن وسيلت الأوسوفيجس معاها ما هو مفيش أوسوفيجس خلاص يبقى أول حاجة في الجايت أصبحت الاستومكهتها وفتحها على الاسكن هعملها جاستروستومي فور لايف عشان يدخل منها الملوخية والشربة والسرطة والأكل واللبن وكل حاجة يبقى دي اسمها في حالة إن ما هو فوقيها الأوسوفيجس مسدود لسبب ماروش إصلاح ماس ماسكة في الأوسوفيجس وماسكة في التراكية وماسكة في اللانج وماسكة في الأورضة وماسكة في الإتريام هشيل كل ده زي خلاص هاجة تحتها عند الاستومك وروح فتحها على الاسكن عامل جاستروستومي تيمبراري ولا بيرماننتي يا دكتور بيرماننتي أكيد بالعقل يا دكتور عشان يأكل ويشرب منها مدى الحياة إذن تعالوا نعيدهم من الأول مع بعض أنت كلمتنا على تراكيستومي في الضوارق ممكن تبقى بيرماننت ممكن تبقى تيمبراري قصدي وكلمتنا على تراكيستومي بعد عمليات السيرويد ممكن تبقى تيمبراري ممكن تبقى بيرماننت طيب وكلمتنا على أسوفيجستومي في العيال الصغيرة متع الأسوفيجية الأتريزيا غالبا هتبقى تيمبراري لحد ما عملت ديفينت تريتمنت والأسوفيجستومي البيرماننتي انت قلت لنا شطوبه عليها يا دكتور نوت أبليكابل ماشي انزل على الستومك قلت لنا استومك ممكن الجاستروستومي تتعامل فيها تيمبراري في الأطفال اللي عندهم أسوفيجية الأتريزيا وتراكية أسوفيجية الفيستولة ونوية تعمل العملية على سن عشر شهور تعمل له جاستروستومي فور فيدنج يردخلو له منها اللبن لحد ما يكبر يسنه يبقى عشر شهور وتعمل له ديفينت تريتمنت وقلت لنا على جاستروستومي ديرماننتي يا دكتور في حالات الأسوفيجية الكانسر واللارينجي والتراكيال والمصايب اللي فوق كلها بازة الديني اللي في النك وبالتالي خلاص السوراسيك أسوفيجية مالوش لازمة مش قدر أعمله أسوفيجية يبقى الحل أن أنا أجيب الاسطومك اللي تحت وروح فتحها على الاسكن بيرماننتي جاستروستومي فور فيدنج طيب ادتني أنت مثال بتنبرري جاستروستومي في العالم الصغيرة وبرماننتي جاستروستومي في العالم الصغيرة أو في الكبار اديني مثال أمثلة تانية للجاستروستومي يا دكتور الجاستروستومي تعمل جاستروستومي ثاني لو انا عندي مشكلة في الديودنوم وعملت الربير للمشكلة اللي في الديودنوم دي اولا الديودنوم ده أورجن من الأورجن زي الريزلة جدا والهيلنج بتاعه باد والبلاتسابلاي بتاعه ديفيشنت زي زي الأسوفيجس والفستولاريت فيه فري هاي يعني لما بتحصل مشكلة في الديودنوم الجراح بيبقى خايف انها يخيطها برايمري ويقفل يعملوا ايه؟ يفتحوا جاستروستومي على الاسكن ايه يا دكتور انت بتفهمش الستومك قبله ايه اللي استفدناه يعني ما انت اي حاجة هتدخلها منها هتعدي على الربير اللي انت عامله في الديودنوم شوف بقى الحركة اللي انا هعملها هجيب انبوبة بلاستيك طويلة ودخلها من الفتحة بتاعت الستومك اللي فتحها على الاسكن ودكك هتعدي في الستومك وفي الديودنوم لحد ما تنزل في الجوجنم شوفت بقى الشياكة والجمال كده انا عدت انبوبة بلاستيك من اللي اسكن عن طريق الجاستروستومي بتاعت الاستومك اللي على الاسكن دي وعدتها من الاستومك وعدتها من الديودنوم ونزلت فتحت في الجوجنم واحدا من الانبوبة البلاستيك ديه اللابن والشربة والصلدة والملوخية جواها وبالتالي عمرهم ما هيلمسوا الريبير اللي انت عامله في الديودنم وبالتالي دي نوع من أنواع الجاستروستومي تيمبوراري مركب منها تيوب فور فيدنج عشان تعدي على الديودنم والأكل ما يعديش على الديودنم هتقول لي يا دكتور طب ويل علينا بإيه دا كله ما تسيب الستومك في حالها مقفولة واعمل الريبير في بتاع الديودنم واعمل جوجونستومي وهي تحت الديودنم وابدأ الأكل من الجوجونم ركز بقى معايا في الحتة دي الجوجونستومي لو هتركب منها فيدنج مش هتعرف تحعل منها ملوخية وصلطة وشربة وزبادي ولبن وعطير خليكم معايا ثوانيا جماعة خمس دقائق وهكلمكم